عاد الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البيت الأبيض ليقطع أجستو الأسبوعية في منتجع كامب ديفيد وعادة ما يتم هذا الإجراء استباقا لتطورات أمنية أو سياسية تتطلب وجوده في غرفة العمليات داخل البيت الأبيض رأي حضرتك يا دكتور في هذا الخبر العاجل أعتقد أن هذا جو بايدن يقطع أجستو فإذا هناك شيء مهم أتوقع أن يتم بدء الرد العسكري الإسرائيلي على الضربة الصاروخية الإيرانية الثانية الوعد الصادق 2 في غضون سويعات قلائل طالما أن الرئيس الأمريكي عاد إلى البيت الأبيض وغرفة العمليات لا سيما وأننا كنا نتوقع أن ترد إسرائيل على إيران مع ذكرى السابع من أكتوبر الصفعة التي تلقتها إسرائيل قبل عام كامل مضى من المقاومة الفلسطينية والتي صفعت الكبرياء العسكري الإسرائيلي في مقتل وأحدثت اختراقا استخباراتيا وعسكريا ولوجستيا مهما لذلك الرد الإسرائيلي وأنا ذكرت على شاشاتكم الغراء وشاشات أخرى بأن هذا الرد لن يكون إسرائيليا صرفا وإنما سيكون بإشراف أمريكي على خلاف كل التحركات الإسرائيلية السابقة كانت تتم دون الرجوع إلى الولايات المتحدة ربما اختار في ساعتها فقط باعتماد على الدعم العسكري الأمريكي والوجستي لكن لم تكن تخطر إسرائيل الولايات المتحدة بالتفاصيل بزمن معقول هذه المرة الرد الإسرائيلي إذا خرج عن السيطرة سيفجر حربا إقليمية لذلك الولايات المتحدة باتت شريكا في هذا الرد الإسرائيلي بحيث تتجنب إسرائيل منشآت الطاقة الإيرانية تتجنب المنشآت النووية الإيرانية ثم تستهدف منشآت عسكرية مواقع للحرس الثوري بعض الأماكن الاستراتيجية المهمة كنا نقول متى يكون الرد يعني شكل الرد وتوقيت الرد كان هو السؤال بعد هذا الخبر العاجل أتوقع أنه ربما في الفجر أو في الساعات القليلة المخبلة وربما في غضون دقائق نشهد الرد أو بداية الرد العسكري الإسرائيلي على الضربة الصاروخية الإيرانية التي أتوقع أن تكون تحت إدارة أمريكية حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة لأن نتنياهو بالمناسبة يوغل في الانتقام نتنياهو لديه قوة عسكرية ضاربة ولديه تموحات للإجهاز على قدرات إيران النووية ولديه رغبة في إعادة إيران عقود إلى الوراء ويستغل ضعف إيران وعدم رغباتها في الدخول فيه مواجهة لكن الإدارة الأمريكية لديها حسابات أخرى تريد شرق أوسط مستقر لا تريد حربا إقليمية لا تريد إسقاط النظام الإيراني بالمناسبة لأن توجيه ضربات موجعة لمنشآت النفط الإيرانية هذا يضر تؤثر بالتأكيد على وضع النظام الإيراني لو سقط هذا النظام بإجازة يا دكتور لضيق الوقت يعني السيناريوهات المستقبلية وسط كل هذا الصراع والتصعيد المجنون من طرف إسرائيل إذا ما لم يتم كبح جماح هذا الصلف العسكري لأن هناك جنون القوة إسرائيل في أوج قوتها العسكرية والتكنولوجية والسيبرانية بينما المحيط الإقليمي في حالة ارتباك شديد وهناك غرور القوة لدى نتنياهو ما فعله في غزة في أضفة في جنوب لبنان الإجهاز على حزب الله بهذه الطريقة هناك جنون ورغبة في استثمار هذه القوة مستفيدا من انشغال الولايات المتحدة بالانتخابات عجز إيران عن الدخول في مواجهة مباشرة قوية لو لم يتم كبح جماح نتنياهو أتصور أن يشهد الشرق الأوسط حرب إقليمية كبرى ليست فقط بين إسرائيل وإيران ربما تدخل فيها سوريا ربما العراق وربما أطراف أخرى وربما تستدرج إليها قوى دولية كالصين وروسيا على سبيل المثال بأشكال مختلفة هناك يمكن أن تتحول الأزمة إلى أزمة السويس عام 1956 ونشهد شرق أوسط جديد ونظام عالمي جديد لأنه في أزمة السويس عام 1956 تأميم قناة السويس انسحبت بريطانيا من قيادة النظام الدولي وجاءت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي كقواتين عظميين يتنافسان على قيادة النظام العالمي إذا ما عجز بايدن عن كبح جماح نتنياهو قد تخرج الأمور عن السيطرة ونفاجأ بدور روسي صيني صاعد ونكون بصدد نظام عالمي متعدد الأخطاء